بسم الله هنكمل دلوقتي ان شاء الله الاسئلة اللي احنا كنا منحلها في اللي هو 6 رقم 3 مجموعة رقم 3 في الايه في الامسكي وكنا وقفنا هنا عند رقم 14 اللي هي حدة المسائل تمام فيلا يلا نبدأ نحل مبدئيا يعني انا هقولك دلوقتي 3 3 كده شوية يعني 3 نصايح تعملها قبل ما تبدأ اي اي مسألة في الكاش مابينج تمام طيب نعمل ايه بيقولك اي مسألة للكاش مابينج 3 خطوات اعملها قبل ما تبدأ حل اصل ماشي حول كل المعطيات اللي هو يجبها لك لصيرة 2x يعني مثلا هو جايب لي هنا بيقول لي ايه في سؤال هنا 8 كيلو بايت فول اسوشياتي في كاش انا كده عرفت ان الكاش سايز مثلا بكام ان الكاش سايز بيساوي 8 كيلو بايت صح قالك حولها للصيغة 2x يعني 8 دي بيتساوي 2x كام 2x 3 صح ولا تمام كيلو بايت يبقى كده انا عملت اول اول نصيحة او اول خطوة هان تاني خطوة تحولها لبيت طيب عشان احول من كيلو بايت لبيت بضرف 2x كام بضرف 2x 10 يبقى 2x 3 في 2x 10 بيساوي طبعا انت لما بتيجي بتدرب والاساس يعني هو نفسه الاساس فبتعمل ايه بتجمع القس يعني 2x 10 زي 3 ب13 تمام يبقى احنا دلوقتي طبقنا اول نصيحتين اللي احنا حولنا كل المعطيات اللي عندي لصيغة 2x ثاني حاجة حولت كل المعطيات اللي عندي لي بايت ماشي طيب ولسه هنعرف دلوقتي ليه انا بحولتها ال 2x بس خلينا بس ايه ناخد الخطوات خطوخاته ثالت حاجة نرسم physical address تمام ونحدد كل جزء فيها لحسب mapping function لو حد كان فاكل اللي احنا كان عندنا ثلاث طرق في المابينج اللي انا كنت قلتها في الفيديو اللي فات كان عندي ثلاث اشكال للإيه للأدرس اهو ماشي كنا قلنا هنا لو كان الديريكت بطريقة الديريكت مابينج فانا هيبقى عندي اول جزء اللي هو تاني جزء الكاش اندكس ثلاث جزء البلوك افست وعرفنا كل واحدة يعني ايه ويه لو كان فولي اسوشيتف هيبقى اول جزء التاج بيت وتاني جزء البلوك افست لو كان الكي واي هتبقى اول جزء التاج بيت تاني جزء الثلاث جزء اللي ايه البلوك افست تمام طيب نرجع بعد المسألة هو بيقول لي هنا اهنا فيه اهنا رحنا فيه نا هنا تمام اه بيقول لي هنا ان هي ايه فولي اسوشيتف طيب تيجي نرسم الفيديوكال الادرس هيبقى عاملة ازاي اهو لو فولي اسوشيتف المفروض اعملها ايه طبعا المفروض نقسمها جزئين جزء للتاج بيت وجزء للإيه بلوك افست تمام حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي ما اعتقدش احنا بس كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بنجهز نفسنا علشان نحل الايه المسألة طبعا دلوقتي احنا ما بدقناش حل احنا بس بن ايه بنجهز المسألة طيب اللي بقى رسمنا شكل الايه الفيزيكال الادرس هنكمل بيقول لك ان الكاش هاز بلوكس اف سايز اتنين وتلاتين بايت يبقى البلوك سايز بتاع الكاش بيساوي كام اتنين وتلاتين بايت هنحولها لصغة اتنين قس اكس بيبقى اتنين وتلاتين بيساوي اتنين قس كام اتنين قس خمسة يبقى البلوكس اف سايز اتنين قس خمسة بايت لغاية دلوقتي حد فعنده مشكلة لأ انا كل اللي انا بعملوه باخد الحاجة اللي هو جابها لي بحاولها لصغة اتنين قس اكس لأي هنا مثلا الاكس كان خمسة ماشي عشان 32 بتساوي 2 قصة 5 طيب ويقولك الميموري سايز 1 جيجا بايت طيب خلينا 1 جيجا بايت هل أنا سيبها كده لا ده أنا محتاجة أحولها لإيه محتاجة أحولها لصيغة 2 قصة X وبيت طيب الواحد دي 2 قصة كام 2 قصة 0 طيب ضرب علشان أحول من الجيجا بايت للبيت بضرب في 2 قصة 30 تمام 2 قصة 30 علشان الأول بحولها الميجا بايت فبضرب في 2 قصة 10 بحولها بعدين لجيجا بايت وميجا بايت بحولها بعدها لإيه لكيلو بايت وبعدين بحولها لإيه لبيت يبقى 10 و10 و10 يبقى كل ما انت رايح هنا كده ايه خطوة بيبقى ايه 10 يعني نبص شوف كده معايا هنا هليها صفحة جديدة لو قلنا هنا مثلا ده جيجا بايت تمام وده الميجا بايت وده الكيلو بايت وده البيت عشان تروح من جيجا بايت للميجا بايت اتنين اص عشرة. وعشان تروح من ميجا بايت للكيلو بايت هتدرف اتنين اص عشرة. وعشان تروح الكيلو بايت للبيت هتدرف اتنين اص عشرة. تمام? طبعا وانت راجع هتدرف اتنين اص سالب عشرة. اللي بلاك بقى من الحتة دي. بس انت اصلا غالبا في مسائل مابنج انت مش هتحول الجيجا بايت. انت على طول بتحول لمين? تحول البيت بس. وبالتالي يعني خلي دي بس عندك كم علومة لو احتاجت. في حالة انك احتاجت. ولكن بشكل عام. معنى كده لنه هو لما يديني حاجة مسلا بالكيلو بايت باضرف في كام عشان احاولها البيت باضرف في اتنين قصة عشرة. لو قدني ميجا بايت هاضرف في اتنين قصة عشرة في اتنين قصة عشرة يعني اتنين قصة عشرين. طيب لو جابها لي جيجا بايت هاضرف في اتنين قصة تلاتين عشان عشان عشرة وعشرة وعشرة. تمام? طيب يعني اللي بقى لو رجعنا هنا مسلا للمسألة. لو حد فاكر ان هو كان جابها لي هنا بالكيلو بايت. قمتلا لو اضربت في كام في اتنين قصة تمام طيب هنا هو اجابها لي في جيجا بايت اللي بقى انا هنضرب في كام اتنين قس تلاتين طيب بيبقى انا كده دلوقتي طبعا لما انا باجي بضرب بقوم باجمع القس يبقى هنا تلاتين زائد صفر يبقى تلاتين يبقى اتنين قس تلاتين حل لغاية دلوقتي بقى التاني احنا ده طبعا الميموري سايز وده البلوك صحيح ما انا كتبه هون هنا وهنا ده الميموري سايز وده الكاش سايز يبقى هنا انا حولت المعطيات اللي هو اجابها لي لصيغة اتنين قس الاكس اللي هو مثلا اتنين قس تلاتة هنا اتنين قس تلاتة وهكذا طيب بيقولك بقى نبدأ بقى نحال number of lines in cache يعني ايه number of lines of cache يعني هو عايز يعرف عدد البلوكس اللي هتبقى عندي في الكاش انا اقولك حاجة هو لو انا قلتلك مثلا انا عندي لو انا قلتلك اللي انا عندي مثلا اه شوف هنا ده كاش مثلا مشي وده ستة كيلو بايت وي قلتلك ان الواحد من هنا كام اتنين كيلو بايت تمام يبقى لهوت اتنين كيلو بايت وده اتنين كيلو بايت وده اتنين كيلو بايت وبالتالي هما كلهم على بعضهم ستة كيلو بايت طيب انا عندي size بتاع الكاش وعندي size بتاع البلوك الواحد عايز عدد البلوك باقوم اعمل ايه اقسم size على الايه على البلوك يعني اقسم size بتاع الكاش على size بتاع البلوك الواحد هيطلال لك عدد البلوك يبقى تاني عدد number of lines خلي بالك ان number of lines هنا بيساوي اصلا هو نفسه ال line هو نفسه البلوك يا جماعة بس ال line ده في الكاش يبقى number of lines بيساوي number of blocks تمام بيساوي 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 كام السايز بتاع الميموري كام بتاع الكاش سوري السايز بتاع الكاش كله كام اتنين قص 13 حنطلعينه فوق اهو يبقى اتنين قص 13 على معلش يا جماعة عذروني على الخط الجميل ده اتنين قص 13 على ال بلوك سايز اللي هو اتنين قص 5 بيساوي كام طبعا انت لما بتيجي بتقسم والاساس هو نفسه الاساس بتعملي بتطرح القص لبقى ده 13 وده 5 تخلي بالك ده قص يعني هو بس نازل شوية لبقى ده 13 وده 5 هتطرح القص هيبقى كام؟ هيبقى تمانية هيبقى 2 قص 8 طيب يبقى انا عندي 2 قص 8 مكان في الكاش يعني لو انت عايز تحولها بقى للرقم هتبقى كام؟ 2 قص 8 بيساوي كام؟ 256 يبقى انا عندي 256 line في الكاش طبعا الاختيار اللي هو جايبها لي مافيش الاختيار دهوت بس فيه نن في الاخر وبالتالي انا هختار ايه؟ هختارنا ماشي؟ طيب انا عايز احتفز بالورقة دي وابدأ في ورقة تانية هل كده اللي بتاعدي واضحة ولا ايه؟ دي نبص بصة يعني مش واضحة قوي بس هنا او يعني هي واضحة الجزء اللي انا عايز ويقوم بحيه تمام يلا نكمل اللي بقى دلوقتي طلعنا اول مطلوب اللي هو number of lines عايزين نطلع number of bits of block offset لاحظ بقى السهولة معايا في الموضوع هيبقى ازاي؟ مش هو كان مديني block size صح؟ وانا حولتها لصيغة اتنين قص اكس صح؟ خلي بالا اجمال من الحتة دي الاكس دهوت هو عدد ال bits اللي موجودة عندي تاني معلش مش احنا كنا قلنا ان block size هو كان قدهوني بكام اصلا؟ كان قدهوني في المسألة انه هو block size بيساوي 32 انا قلتلك حوله لصيغة ايه؟ اتنين قص اكس مش ايه؟ اتنين قص خمسة الخمسة دهيت هي عدد ال bits اللي بقى دي ال bits عرفت ليه بقى انا قلتلك انك لازم تحول اي حاجة او اي معطاية هو يجيبها لك لصيغة اتنين قص اكس عشان الاكس دهيت هو اللي هيسألك عليها اصلا في المسألة هو اللي هيسأل هيقولك طب انا عايز عدد ال bits طيب عدد ال bits اجيبه ازاي؟ عن طريقي لنا اقول اتنين قص خمسة او او اتنين قص اكس عموما والاكس دهيت هي عدد ال bits يبقى تاني يبقى ال bits بتساوي اتنين قص الاكس 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 ده الايه؟ اللي هو ال bits حدو اخذ بالو من الفكرة هنا يبقى لما انا قلتلك مثلا اتنين وثلاثين بايت بيساوي اتنين قص خمسة يبقى خمسة دهيت عدد الايه؟ عدد ال bits وطبعا هو هنا اتنين طب هو هنا اتنين ليه يا جماعة علشان ال bits الواحد بيبقى فيه مكانين صح؟ وبالتالي مكانين على الايه؟ على العدد بتاع ال bits وبالتالي هنا اتنين قص خمسة ماشي؟ اش هدخدو تفاصيل اوه في الموضوع ده يبقى دلوقتي هو بيسألني من غير ما انا احسب اي حاجة انا مطلعها اصلا وانا بعمل المسألة اللي عندي طلعتها اصلا ايه؟ ان هي بتساوي خمسة هو من ديه بلوك سايز بيساوي اتنين وثلاثين حاولتها لصيغة اتنين قص اكس الاكس ده اللي هو القص هو الايه؟ هو عدد ال bits وانا كان عندي القص اللي هو بيساوي خمسة وبالتالي الاجابة ببساطة جدا انا تبقى خمسة طيب شوف السؤال اللي بعده برضو بنفس الطريقة الجميلة بيقولك ايه؟ number of bits of physical address يعني عدد ال bits بتاعت ال physical address هو مش احنا يا جماعة كنا طلعنا وقلنا ان الميموري سايز الميموري سايز كنا طلعنا وقلنا ان هو بيساوي كم؟ اتنين قصة ثلاثين صح؟ طيب واتفقنا ان ثلاثين ده هي تهي عدد الايه؟ ال bits صح؟ طيب يبقى بكل بساطة ال physical address بيساوي ثلاثين bits اصلا يا جماعة ال physical address بييجي او احنا بنتطلعه عن طريق الميموري سايز تمام؟ عن طريق الايه؟ الميموري سايز وبالتالي انا لما حول لك الميموري سايز لصيغة اثنين قصة اكس يبقى انا ساعتها كده عرفت ان الاكس ده هي ايه؟ هي ال bits اللي موجودة في ال physical address تمام؟ طيب يبقى ال physical address كان عندي كده فاكر اللي احنا كنا رسمنا ده ده ال physical address على فاكر ده ال physical address وده شكله اللي احنا اتفقنا قسمناه كده ويه اللي هو هيساوي كان بقى bit 30 bit جبت منين التلاتين عن طريق ال size بتاع الميموري خلي بلك مش ال size بتاع الكاش ال size بتاع الميموري تمام؟ حل كلام جميل طيب number of comparators يبدأين بص number of comparators ال comparators بيساوي number of lines number of lines يعني عدد البلوكس اللي موجودة في الكاش تمام؟ وهو comparators ده بكل بساطة تقدر تقول اللي هو البلوكس اللي انا هعدي عليها هو احنا يا جماعة مش احنا اتفقنا في فلي اسوشيتي في كاش اللي احنا كنا بنعدي على بلوك بلوك وبنشوف هل هو ده البلوك اللي احنا كنا عايزينه ا hostage اللين هو البلوك بس اللين ده احنا بنقوله على الكاش لو انا قبت لك اللي انا المفروض اعدي علي كل اللين في الكاش عشان اعرف القيمة ايه بتاعت البلوك ده فهعمل managesبكت. يبكى انت كده هتعدي على عدد الايه عدد اللاينس صح؟ وبالتالي عدد اللاينس كانت عندي ثمانية relatively eight اذا كانت مسألة على الفوليو سوشيتي في كاش ايه ثاني بس خلاص اعتقد ان المسألة دي خلصت المسألة الجاية بقى على الـ Direct ان شاء الله هنبدأ نعرفها مع بعض